بسم الله الرحمن الرحيم في جلسة مجلس الامن شغالة من الساعة 5 لحد دوقتي ولسه عندنا كلمة وزير خريط مصر مملكة العربية السعودية الأردن الجامعة العربية فلسطين تكلم من شوية سيد رياض الماليكي تكلم أمام مجلس الامن ولكن عندنا كلمات بعد شوية هنتبحها لما تكون معانا على طول على الهواء ولكن المجموعة العربية رفضت مشروع القرار الامريكي وزير خارجية السلامي شكري موجود دكتور فياصل بن فرحان وزير خارجية السعودي موجود دكتور أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن موجود رياض الماليكي وزير خارجية فلسطين موجود أمين العام الجامعة العربية موجود كل الإمارات طبعا ممثلة عضو في مجلس الامن في مجلس الامن وبالتالي المجموعة العربية بالكامل رفضت مشروع القرار الامريكي الامريكان بيتكلموا عليه خليوا بالكم جلسة مجلس الامن كاشفة للمجتمع الدولي وهي فضيحة للعالم الغربي فضيحة الأمريكا ومعها زيولها أقدر أقول زيولها آه فرنسا وبريطانيا والدول لكن موقف قوي جدا لازم نحيي عليه الصين وروسيا عن موقف عظيم جدا للروسيا والصين موقف معنا يعني مع القضية الفلسطينية ومع العالم العربي هتكلم عن تفاصيل كمان شوية أوروبا وأمريكا بيتكلموا على حاجة واحدة الأسرة بيدوروا على مين على الأسرة المتين طب عندك ستلاف واحد ماتوا وقرابة عشرين ألف ومصابين مش مهم عندك من أيام القضية ما بدأت من تماني واربعين لحد النهاردة أكتر مئة وعشرين ومئة وثلاثين ألف شهيد وتخيل حضرتك الرقم وكام فوق الـ 200-300 ألف ربعمائة ألف يمكن مصاب مجتمع الدولي ولا حاجة إحنا شعوب لا يرون هم كذلك لا يرون هم عايزين حتى وزير خارجية الكان الصيوني كوهين وده كرئيس المساد بيعيط وبيقول لهم إلحاقوا لأطفال منهم سبعمائة طفل تحت الأنقاض المجتمع الدولي وضمير العالم بصراحة يعني أمر يخليك تبقى شايف العالم الغربي ده اللي بيتكلم على الحريات شكله إيه وعلى حقوق الإنسان شكله إيه بالمناسبة اتعروا كلهم أمريكا تعرت للنهاية أمريكا ولا شيء يستطيع إخفاء يعني التعر الأمريكي في هذه الحرب في هذا العدوان وراها معها بريطانيا ومعها فرنسا ومعها ألمانيا الأربع دول دول تحديدا اتعروا ومعهم إيطاليا كمان اتعروا تماما دول الدول الكبيرة المفترض يبقى حقوق المدنيين زي بعضها المساواة والعدالة المواطن الفلسطيني مع الإسرائيلي لكن عام الإسرائيلي فوق والفلسطيني تحت هل عدالة السماء كده؟ هل عدالة البشرية كده؟ هل عدالة الإنسانية كده؟ ولا المساواة بين الجميع عشان تخلوا حتى الشعوب العربية والإسلامية يعني تراكم كما كنتم على مدار السنوات تتحدثوا بحقوق الإنسان ولكن اتفضحتوا في مسألة حقوق الإنسان والزواجية المعايير سيد سامح شكرا من شوية كانوا عاملين مؤتمر صحفي وزارة خارجية الدول العربية المجموعة العربية وفي الأمم المتحدة زي ما حقوق مؤتمر صحفي وزارة خارجية مصر مملكة العربية السعودية الأردن فلسطين مجموعة العربية وقبل طبعا ما يبدأوا يقولوا كلماتهم أمام مجلس الأمن بعد اجتماع المجموعة العربية والرفض التام للمشروع الأمريكي وعاز أقول لحضراتكم مجلس الأمن فيه معركة النهاردة فيه معركة عربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وزيول أمريكا ممكن دول صديقة لنا تزعل يزعلوا فرنسا عايز تزعل تزعل لأن فرنسا واخد موقف مكروا النهاردة مع نتانياهو مع رئيس كان الصيوني شوفوا بيتكلم إزاي وانا جاء عشان أدعمكم قد إيه واللي انتوا عملوه هو أنت بتدي جرائم انت بتساعتهم على القتل هو أكتر من كده اللي عملوه إيه ده ملقتش واحد يعني أمريكا مثلا طيب ما الدين هنا والدين هنا يبقى أنت رجل محايد لكن لا تدين شعب فلسطيني وتدين المقامة الفلسطينية ولا تدين العدوان وتدين آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي